المباراة الزماني كوسموه. ندخل ده طبعا اه الهاني. اوقف بقى هنا كده. اوقف وراجل بيعمل الكروس. يا راجل بيعمل الكروس من فين? ام. تقريب على خط تمنتاشر. اه. مع خط الايه? مع خط المربو. صحيح. بص تمركوز الهاني سليمان فين? اه. ويفعل قائم. اه. لأ انا لازم ابقى تحت شوية او ابقى يعني ايه رجل اليمين دي ترجع لورا شوية عشان اشوف الناس اللي جاي من الخلف. في لعب. يعني كرة دي لما تتحط. او انت كامل دي. هو كامل دي لهم ضهروه خلاص. انا ادي ضهر كده. للمربا في الخلف كده. لو الراجل ده دخل جوه طمنتاشر بحوالي خمسة ستة سبعة يارض. اه. خلاص بقى. انا هبلعب على المساحة اللي قدامي. ام. لانه هو لو جيه عليها. وعشان تعدي. هتعدي توسط بعيد هنا خلاص هنا كابتن كريب. صح. انما الراجل لما يبقى بره طمنتاشر كده انا نفعش ادي ضهر بمية في المية كده. ام. 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 امشي بقى كمان كده. بص راجل عمل ايه. عمل الكروس. دخل. اه. لانه هو بعيد قوي. جول. جول مية في المية. صح. وهو لسه بالحقش لسه 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 بتمركز. صح. هو بقى لو تحت القائم. ام. ومدي ورجلية راجع الرجال اليمين راجع لتحت شوية. هيبقى شايف الناس دي. حتى لما كرسي تلعب خفيف كده كممكن يطلع ياخده. تاني. بص. بص وقف فين. كم. ما ينفعش هدي ادي ضهر كده واقب بالشكل ده على القائم كده. لازم ابقى تحت شوية. تحت القائم. ام. واقب بميل شوي. عشان هشوف الناس اللي جاية من تحت. صح. وبعدين كرة دي واخد معمولة شيء بص خفيفة خالص. لو انا متمركز كويس. حتى لو ما طلعتش. الحق ققف قبل ما راجع اللعب بدماغه. ممتاز. في جهاز كريل وردي تطلع عليه براه. برضو قريبة جدا من كرة من كرة الهاني سليمان. ولكن دي تلعبت لتحت. طبعا انا يعني ما بلومش. لجعتين. لجعتين. قريبة جدا من كرة الهاني سليمان. ولكن بص نفس نفس الوقفة بتاع تعوض بزر. قريب جدا من القائم برضو. يعني دي وقفة غلط برضو. طبعا. طبعا. ما انا واقف الابعيد قوي كده. انا قريب قوي من القائم. لازم يبقى تحت شوية يا كابتن كريم. ما بقاش قدام كده. طبعا الرجل ده بيشوت. بص ده تمركز قوقف كده. الرجل بيحط رجله هو. بص عواد فين. طب الكرة دي لو راحت على يمين عواد هنا. في المساحة الفاضي هدي كلها كده. هيعمل معها ايه. طب انا بقى لو تحت القائم. لو تحت القائم باتنين يرضى ولا تلاتة يرضى. وكرة حطت لتحت كده. انا هعمل دوران هابقى فين? هبقى في نص الجوة. مرافو عليك. هبقى في نص المرمى. صح. وممكن اطلع قدام يرضى. صح. اقفل على الراجل ده. صح. انما الراجل ده عواد جاي 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 جاري. ليه? لانه جاي طالع بيحرق قائم قوي. صح. والراجل الراجل فين جوة تمنتاشر بيحوالي اتنين تلاتة يرضى. صح. مبقاش هنواقف على القائم كده. لان انا لما بلف بيبقى القائم في ظهري. هم. والمرمى كله ايه? فاضي. اه. فطبعا بيبقى في صعوبة. صحيح. طبعا دي باينا اول نا. اهو الراجل بص. طبعا حظوا طبعا ان الكرة خبطت في في مدافع وبعد كده حطى جات الراجل جوة ستة. وحطها. عالية. كان لازم عواد طبعا. انما في النهاية ازا بقول لحظاك التمركزي الاولاني هو اللي بيصعب على ايه? على الحارس بعد كده. ممتاز. شوف اللي بعدها. ده تقريبا ده تقريبا ده تقريبا الجول بتاع بتاع الشيكبالة. هم. المدافع حطها في نفسه. اه وقلت الشيكبالة. والشيكبالة بشوت اقف. اه اقف. انا ما كنتش عايز الهاني يطلع يا قابل كده. انت ليه بخليها انفراد يا هاني? يعني ليه بخلي الكرة دي انفراد كامل. انا لازم انا لازم ابقى شايف القائم يا كابتن كريم. انا بقايف على يبقى كتف اليمين موازي للقائم اليمين. كتف اليمين يبقى ما طلعش بقى طلعش برة كده. اه انت ساعة انت حراج قلت جملة حلوة اوي. انت ليه خليتها انفراد? ايه بش انفراد. ايه في مدافع داخل. ايه في مدافع داخل. ايه في مدافع حتى لو شيكبالة هشوت وانت تحت. تقدر تعمل ارتماء وتمسكها. صح. يعني هتقابلها قبل ما قبل ما كرة تعدي. انما انت خليه خليتها من فراد كامل. رغم ان شيكبالة فين? برة الستة. يعني تقريبا كده على سن الستة او برة الستة. هو لما خرج الخروج ده خلى شيكبالة ياخد كرار الشوطة. خلاص مو شاط بقى خلاص. انت وحظك بقى. هو طبعا عمل النجمة وفرد فرد رجليس الشمال ولكن عدت ملحقش. اه. انما انا مش يعني كرز دي كده. انا انا ممكن اقف على يعني اقف كتف اليمين موازد قائم الايمن. والعب لما شيكبالة يعمل ايه? يشور. ياخد الكرار. ابدأ اتعامل معها. هتبقى اسهل من كده. انما انا لعبت ان كرة انفراد كامل وطلعت ما وصلتش لشيكبالة. اه. وفي نفس الوقت ما انا شوية في بص كده. خلاص. خلاص. لو انا واقف بقى تحت هنا كابتن كريم على كتف اليمين موازد خط المرمى. هتعامل معها احسن من كده. هتعامل معها بالعرض. ممكن امسك. او انزل بادر شوي. ده طبعا هي. اخد بقى هي مكنش دخلة. كمان يعني هي كرة طبعا مكنش دخلة. بص. شكبالة لف وشاط. هو لف وشاط. اي. لو انا واقف بقى تحت يا كابتن كريم. كرة زي دي كده. هعمل ارتماع على الاحية الشمال. وهنا بخد. طيب. قبل اصلا ما تعدي للاعب سموح. نشوف اللي بعده. دي دي كرة طبعا انا يعني اا عواد ممتاز فيها ليه بقى. الراجل اول ما كرة هتحطط له لتحت. عواد خط خطوطيه لتحت. نشوف. عشان يبقى قافل المرمى. اه. وطبعا عمل طلع بالعكسي. اه. بص. بدأ عواد يامل بدأ بص عواد بدأ يرجع. بص. بص بدأ يرجع. اه. رجع. وبقى قريب اول من خط المرمى. طلعها بالعكسي اليمين. يعني طبعا هي فوقية. اه. يعني هي مش صعبة. ولكن لو عواد متقدم. اه. لو متقدم بزيادة. هتبقى صعبة عليه. هتبقى صعبة عليه. هو عشان بتاعه صحيح. هو بقى ملك المرم. بقى ملك المرم. هي طبعا مش صعبة. ولكن ايه التكنيك بتاعها هايل. يعني طبعا ايه عمل ضرب الارض برجل الشمال وعالي وطلع باليمين. اه. ده هدف صعب جدا يا كابتن كريم. قافل كويس اوي الهاني ولكن طبعا كرة صعبة يعني مقدرش هلوم هاني فيها. خالص. لا 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 صعبة. مفيش اي اكشة ممكن ياخذ. لا لا لا. ده بالعكس ده قافل كويس اوي 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 يعني. وتحطط صعبة اوي يعني. صواشة طبقا. ما اقدرش هلوم هاني الهاني سليمان في الهدف. تمام. لو بالعكس ده هو واقف ومكمل. اه. وبيلعب عكرة بس تحطط بعيدة اوي طيب. تدي الهاني سليمان كم درجة من عشرة. اه برضو المباراة يعني اه الهاني ممكن ادي له اربعة من عشرة خلال يعني. اربعة من عشرة. اه. اربعة من عشرة. عود. برضو ياخد ياخد خمسة ستة من عشرة ما يزيتش عنك. ده برضو مفيش اختبارات كزيرة. اه. زي ما قلتلك الاسبوع كله يا كابتن كريم. اه. مفيش اختبارات يعني كبيرة اوي لحراس المارضة. اه. حالات بسيطة اوي للحراس هنتكلم عليها دلوقتي. عزيز.